Hello my dear students, أهلا بكل المتابعين في قناة الإنجليزية كل المراحل بكل طلاب برايماري 5 مكملين مع بعض منهك Time for English للصف الخامس الإبتدائي الترم التاني وصلت معاكم ليونت 12 لسن 4 آخر درس في آخر وحدة في منهك Time for English إن شاء الله هندرس مع بعض الصوتيات النهاردة هنقرأ كلمات كتير وتقريبا في الدرس ده شامل كل الكلمات يعني أغلب الكلمات اللي إحنا وإنها في الفونكس Time في الدروس في الوحدات اللي فاتت وبعد كده إن شاء الله هنحل بقى كتير كتير كل التدريبات على المنهج بسم الله هنفتح كتاب المعاصر وهنقرأ مع بعض الكلمات وأول الكلمات اللي كانت بصوت الحرفين مع الأر أر ماركر ألم للتظليل اللي هو بنستخدمه بيبقى في الماستر بيبقى بنظلل بيبقى على الكلمات اللي هي المهمة ماركر بارك بارك حديقة بارك حديقة يارت فناء أو ساحة فناء أو مكان واسع دارك مظلم مظلم بقرة صوف اسمها يارن يارن يه يه الواي شبه صوت حرف اليا حرف الاي مع الال بقى الاي وبعده الال ما بيتنطقش لو جه بعده حرف الكي لو جه بعده حرف الكي بصوا هنا ووك يمشي اهو ما بنطقوش ووك ووك تمام الال سايلاند الاي لما بيجي بعده ضبل ال ضبل ال بنطق الاي كأنها صوت حرف الو كأنها صوت حرف الو كول السي بنطقها هنا بصوت حرف الكي كول يتصل كول يتصل يجري مكالمة تليفونية يتصل فول يقع او يسقط علشان كده فصل الخريف برضه اسمه فول علشان بتقع فيه اوراء الشجر طيب بعد كده كلمة طول طويل برضه بصوا الايه بول كرة باسكت بول كرة السلة سوسر الاي مع اليو بصوا بيتنطق سوسر 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 فنجان اللي هو طبق طبق الطبق اللي عليه بالفنجان تمام طيب الاي مع الو نفس نفس صوت الاي مع اليو درو درو تمام يون 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 يتسائب يتسائب اللي هو يتتوب يعني سو سو منشار بعد كده كلمة اللي هي بقى صوت الاو والار بنطقه ازاي بسوا كده فورك شوكة شورت قصير الاس ايتش ما ننساش بتنطق بصوت حرف الش الش كلارك كلارك سوري لسه هنا كلاود كلاود سحابة السي بنطقها بصوت حرف الكي الاو واليو بتتنطق صوت او او كلاود كلاود سحابة شاور شاور الاو والدابليو نفس النطق صوت حرف الاو واليو شاور دوش تمام بقرة كاو او الاو مع الاو والسي بنطقها بصوت حرف الكي كوك كوك فاكرين الاو داب الاو لما بنطقه بصوت قصير ولما بنطقه بصوت ممدود كوك هنا بنطق الاو صوت قصير الاو حرف متحرك اقدر انطقه اا في كلمات بيتنطق بيها بصوت قصير او قصيرة وصوت تاني طويل كوك كوك يطبخ فت فت قدم بصوا بقى هنا سبون سبون معلقة بصوا الاو هنا طويلة طيب هنا نودل نودلز نودلز فود فود طعام مون قمر مون قمر بصوا الاو هنا طويلة طيب الاو والار الاو والار نفس صوت الاو والار بصوا كده هنا كلارك 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 ار ار كلارك موظف شيرت ار ار شيرت شيرت قميس ديرت ديرت متسخ او قذر اليو والار بتتنتق بيرس ار ار بيرس بيرس الو مع الاو اي اي وهي نفس صوت الاو والواي قاين قاين عملة معدنية بويل بويل يغلي بوي بوي ولد و سوي فول سوية تعالوا ناخد الاكسرسايز اللي في بيج 225 كده هو بيقول لي اكسرسايز listening listen and circle انت هتسمع your teacher هيقولك number one كلمة وهتحط عليها circle بس كده number one شيرت شيرت هحط ال circle هنا number two سوي سوي اهو فول السوية number three ود ود خشب تمام تعالوا بقى turn the page وهنحل بقى في page 227 وهنبدأ بالسؤال التاني على طول لان السؤال الاول listening السؤال التاني circle the good word and replace it with a correct one هنحط دايرة عند الكلمة المختلفة وهنكتب بدل منها كلمة تانية شبيهة للتلات كلمات التانية number one brown brown bunny red احمر draw يرسم blue blue ازرق ايه المختلفة بقى brown و red و blue التلاتة دول colors التلاتة دول الوان فدرو فعل مختلفة هحط عليها circle وهكتب اي لون تعالوا كده نجرب نكتب لون yellow yeah yeah حرف ايه ده ال y yeah ال i yellow l و l كمان عارفين لما يكون الحرف كده عليه شدة yellow o o ومعها w yellow لون اصفر number two zoo 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 حذيقة حيوان طيب hospital مستشفى school مدرسة واضح ان التلاتة دول اماكن يعني zoo مكان hospital مكان و school مكان المختلفة هي زبون وهختار مكان بقى هختار اي مكان اقدر اكتبه اقدر اكتب park حذيقة pa be strong ba a e par r park k تمام number three moon quamer shower douche او يستحم لو هقولها بقى ان هي فعل يستحم planet كوكب و sun شمس طيب هنا بقى عندي moon وعندي planet وعندي sun كلهم حاجات متعلقة بالفضاء واسماء فانا هختار star نجمة star star بعد كده رقم four yard ساحة او فناء واسع noodles noodles نوع من انواع المقارونة salad salata و kebab اكل فلو لقينا هنا ان نودل زي صلاة وكباب التلاتة دول اكل فحط circle على yard وهكتب كلمة بتدل على الاكل زيهم زي كلمة fish تمام number five engineer engineer مهندس fork shuka spoon معلقة saucer fingan فالمختلفة هنا المختلفة هنلاقيها engineer لان fork spoon saucer التلاتة دول ادوات طهيب يعني shuka معلقة fingan صح اقدر اكتب ايه اقدر اكتب cup fingan c u b تمام طيب تعالوا نشوف رقم three هن fill in the gaps with using words in the books هنستخدم الكلمات اللي موجودة هنا وهنكمل بيها التكستة اول كلمة things t والh بتتنطق حرف th things معناها اشياء وin حرف gar معناه في واذ فعل معناه يكون وبي يكون في المصدر وار برضو معناها يكون تعالوا نقروا بقى my name اسمي is يكون ايمن مدرسة ابتدائي my father بابايا نقط اي دكتور بابايا يكون يكون طيب انا عندي هنا الفاعل my father my father اسمي مفرد لو انا شلته لو انا شلته هحط هحط بداله هي لو انا شلت my father هحط بداله هي وهي تاخد is فعلشان كده هكتب هنا في اول حاجة is تمام بعد كده he works هو يعمل نقط a hospital هو يعمل في في مستشفى في حرف girl in بعد كده my mother امي is an artist فنانة she likes drawing هي تحب الرسم i want to انا اريد ان بعد want to لازم يجي الفعل في المصدر فهختار ب i want to be انا اريد ان اكون an engineer مهندس because علشان او بسبب اي لايك بلدنج انا احب بناء الاشياء سنج تمام اشياء t والh اهو كتبت حرف الس وال i thin g thing شي وال s الجامعة اشياء تعالوا بقى نروح لسؤال الترتيب واول حاجة في سؤال الترتيب هو clark موظف the tool l طويل you you انت ديد فعل مساعد و c فعل يرى تعالوا بقى كده احنا هنا في يعني ده سؤال يعني هنرتب سؤال تكوين السؤال هو اول حاجة هنا مشبادئ بكلمة استخهام لو بادئ بفعل مساعد بعد فعل بعد فعل في المصدر اول حاجة هاختار فعل مساعد ديد اهو رقم one بعدها فعل فعل هاختار مين بقى فعل هنا ركزوا بقى ها do you 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 اهو فعل بعد كده فعل في المصدر see ها وبعدين عندي بقى قدامي clerk with the tool طبيعي ان انا هبدأ بكلمة المعرفة زي في العربي كده بنقول اللي فيها الالف واللام هي اللي هبدأ بيها الموظف الطويل the tool clerk تمام اهو يبقى did you see the tool clerk هل انت رأيت الموظف الطويل number two ونت ذهب two الى سمير اسم شخص وزا الالف واللام وبارك حديقة علشان نرتب جملة لازم ابدأ الاول بالفاعل تكوين الجملة ان انا ببدأ الاول بالفاعل وبعد كده الفاعل اول حاجة هنا الفاعل سمير number one ابدأ ادور على الفاعل الفاعل هنا ونت طيب بعد ونت ذهب الى حرف الجر الاول اهو وبعدين عندي اسم وعندي الف واللام اكيد هكتب الالف واللام الاول هكتب ذا وبعد كده بارك يبقى سمير سمير زهب الى الحديقة بعد كده الرقم three هنا eating يأكل هنا or فاعل مساعد هنا what اداة استفهام you فاعل فاعل فده تكوين سؤال هكتب اول حاجة what وبعد وط على طول ادور على الفعل المساعد فين الفعل المساعد هنا اهو or تمام بعد الفعل المساعد ابدأ ادور على الفاعل فين الفاعل you بعد الفاعل الفاعل الاساسي بقى اللي هو eating سوري فهيبقى السؤال هنا what are you eating ماذا انت تأكل رقم four عندي eats يأكل وهي هو وأن على وزمون القمر ونودلز مكارونا طيب انا واضح ان انا هكوين جملة وعلشان اكوين جملة لازم اكتب الفاعل الاول اللي هو هي وبعدها الفاعل اللي هو eat he eats انا كده بقى كتبت الفاعل والفاعل خلاص كده انا كده رتبت نفسي ابدأ بقى اشوف الجملة كويس هو يأكل طبيعي انه هيأكل النودلز مش المون هو يأكل ايه بقى نودلز مكارونا ان على ذمون على سطح القمر يعني طلع الفضاء على الامر علشان يأكل مكارونا كده خلصنا تدريبات درسنا يارب تكونوا فهمتو تعالوا بقى ناخد الهومورك وما ننساش دلوقتي ندوس على اللايك ونعمل شير للفيديو الهومورك من كراسة الانتر اكتف نوتبوك وهناخد هنفتح الصفحة على بيج 24 24 هنحل سؤال تشوز دوت تمام وكمان هنحل باقي الصفحة هي اخر بقى صفحة اهي كلمة كلاود كلمة سبون كلمة بارك كلمة سوسر تمام هنحل وان شاء الله بقى استنوا حلقات المراجعة هنراجع بأمر الله وهنزل المراجعات كتيرة وتدريبات كتيرة حلها معاكم ربنا يوفقكم باي بوي اشتركوا في القناة